هلو يا حلوين بواسات كتير كتير ويلا بيدا نبتدي الفيديو على طول اول حاجة طبعا ده اساس رطبت بشرتي ستا ايفز انا دبعا بستخدمه بقلي فترة كبيرة ومفيش اي داعي ان انا اغيره لانه هو حلو جدا ولطيفة على البشرة وبيرطب البشرة كويس قبل الميكب وبيعمل لي فانش كويس فاغيره لي اه بنات نتوش تعملوا لايك الفيديو ده لو عجبكم اللوك وكمان اشتراك في القناة لو انت مشتركتوش لهذا الوقت وكومنت حلو تحت الفيديو على طول هنا خلاص كنت رطبت بشرت يا بنات هبدأ انا استخدم الفاونديشن ده بتاع كريولان كزا حد منكم كان سألني ايه الفاونديشن والفاودر اللي يكونوا سبتين مع الحر ويدوني افضل فانش ممكن انا بصراحة بقول كريولان دايمن بنصح بكريولان كريولان برند محترم جدا بس لو انت هتجيب استخدام شخصي هاتي تأسيم عشان كده انا العلبة اللي وردتها لكو دي علبة يعني شفافة لانها علبة تأسيم هاتي ربع بس او نص بس هيكفيكي وزيتها هنا جبت البيوتي بلندر بدأت ان انا ادمج الفاونديشن انتو شايفين طبعا الكوفر عامل ازاي مش هتهاكلم وده دا نجب البيوتي بلندر يعني بص انا اصلا بحبه مجرد ما بيتدمج بحيس انه لا اه ده كريولان برضو لا لا يعني بجد لي لي برونق مختلف تماما عن اين فاونديشن انا بحطه انا عايز اقول لكم لما عندي مناسبة انا كاميرة بحط كريولان من كتر ما ببقى واثقة فيه وعارفة اني هروح المسلا المناسبة دي بالميكب وارجع به زي ما هو وفي نفس الوقت بستخدم برضو نفس البيوتي بلندر بدأته هنا دا ما اكتب البيوتي بلندر كل حاجة طبعا الزواجة كلها تلع في البيوتي بلندر وكله ورقم كده مغطي كل حاجة دا بنات الكنتور بتاع الشيق لم درجت نود ان كوكو خدت وعملت بيه كنتور مناخيت بالطريقة دي عشان مش عايز طولها قوي فلغيت الارنبل اللي قدام دي عشان عمدي طويلة شوية فلغيتها وحطيت كنتور خفيف قوي لكاد لا يذكر اني كنتش لزم الكنتور انا بس كنت عايزة تدفيقة للوش بسيطة برضو بالبيوتي بلندر بدأت ان انا ادمج واحدة واحدة في مكان الكنتور وما افورش عشان الكنتور مايروحش وكمان على منابة الشعر والمناخير كمان دلوقتي هليكو حذرين جدا نودة بنجم المناخير عشان مسحش على بعضها والكنتور يبوز بس كده كده كنت دا مكت دا الكنسيلر بتاع الشيق لم يا بنات دارت اسمها فانيت توب الدرجة دي فتحة قوي مصم اني حطها كوفر عالي تحتها اللي هو كيريولان فقدر احط الدرجة دي عادي لو هحطها من غير الكوفر العلي تحتها لازم تحط لها كوريكتر او اي حاجة اورنج قبلها او غمقة قبلها تكانسل الهالات كويس عشان ما تدنيش افكتة مش كويس دي يا بنات باودر اللوس باودر بتاعت كيريولان درجتها تسي ال 11 من فانديشن اللي بنات كان درجته جي جي تمام؟ فانديشن درجة جي جي درجة ممتازة 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 وتليها على اغلب الناس تقريبا اللي بشوتهم زي او افتح مني درجة او اغمق مني درجة يعني اغلب البشرات عامة بدأت اثبت باللوس باودر بطريقة دي عايز اقول لكم ان السفنج اللامس كافئي دي احسن طريقة لحط اللوس باودر لا تقول لي فورشة ولا تقول لي بيت بلندر ولا اي حاجة دي احسن طريقة ان انت تحط بياها اللوس باودر ودايما لما تيجي تثبتي حوالينا الفم يعني فريدي الجلد باللسانة كده لشان خاطر الباودر تخش في الخطوط فما تخططش معاك بصورة داي بنات البرونزر بتاع كاتريس اسموه سانجلو بدأت ان انا قاعد بيه كده على الكنتور بصوا بيجي ديني دفء كده الوش مش كنتور هو مش كنتور ولكن مدي كده دفء جميل جدا للوش استرنوا في فيديونات البكرة خطير جدا عن احلى منتجات شجلام اللي انا جربتها باسعارها باللينكات دعيتها بكل حيك زي بنات بلد مور في خط منها اللون شايفينه ده ما كنتش حابة حط بلاشر المرادي كنت حابة يفضل كله كده بنيات وكده في خط الدرجة دي دي شامر جدا حتى لو اصلاها تحسوا انها كمان مديها هايلايت كاني حط هايلايتر بس هي عشان فيها شامر شوية خدت وبدأت ان انا اجميه كويس بالفرشة بصوا دمكت كويس 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 ده هو اللي هيخليها ترسم لك شعراية بشعراية مش هيخليها الفرشة تتفتح معاك وتسيح ويبقى الشعر كله في بعض او بترسم خطوط عريضة متعرفش ترسمي بها شعر 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 بقى ما اختاري فرشة تكون نشفة وتكون صغيرة بصوا رسمته بشكل طبيعي خالص وراغاته موجودة وكل حاجة شكل طبيعي يعني الحاجة الطبيعي مش بحاول لان انا ملاقي قوي نفس الكلام على الحاجب التاني وزي ما قلتوك في البلت بتاعة بي اتش ديم يعني هي غنياني عايز اقول لكم ان الجل اللي فيها بتاع الحواجب مش احسن جل بس انا بستخدمه لان طبعا نيكت ده كله بمسحه بعد التصويره على طول اه يعني مش محتاجة حاجة سابتة لكن هو طبعا مش ثابت مش اثبت حاجة يعني كده 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 كنت عمل لكم ربيعو عناها قبل كده وقال لكم انها رخيص وتنفع الميكب ارتس المتدئين وبدير رخيص لانستازيا البلت برضو بخلص الحاجب وبعيد عليه بالمسكرة كده علشان كل يخش ببعضه هنا بناية الارتستيك بالت برضو بصوا في لون اللي انا هستخدمه النهاردة لون ابيض ده ده لون ابيض هو مش ابيض رائع لون ابيض فيه كده بصوا اللون ده من اول من البالك جات وعملت له سواتش وعمل اقول انا هستخدمه ازاي مش عارف استخدمه ازاي ولكن هموت واستخدمه ففكرت النهاردة بقى ان انا اعمل اللوك ده بصوا دايما لما بسيب نفسي على هوية كده وبعمل اللوك عارفين انتو اللي هو بفتح الكاميرا وببدأ اصور وببقى مش عارف انا هعمل ايه بيطلع معي احلى لوكات ممكنة لكن دايما لما بكون نوي على حاجة ما بتطلعش يعني احلى حاجة بتطلع حلوة اوه بس مش احلى حاجة هنا خدت اللون بقى البيض الفاتح ده حددت بيه بست الزوايا كده ممكن تكتفوا باللون اللو بيت بس ده بنات بتاع آآ شي جلام وبرضو الفيديو اللي جاي هتكلم لكم عنه بالتفاصيل حطيته على الوش عشان ادخل الفاودر الفاونديشن وكل حاجة ببعضها وده الايلينر بتاع كاريت الايلينر ده تتلقو في اي محل ميكب ورخيص تستخدموا اي ايلينر عندكم ممكن تستخدموا قلم كحلة كمان بدهنا نرسم بيه الاول عملت ايلينر عايدي خالص ماشي النهاردة مش هنيعمل اي ايلينر زل عون المبطنة ولا اي نوع ايلينر احنا هنرسم مدمع للعين وهنرسم ايلينر من ورق الطبيعي خالص وبصوا دلوقتي هعمل ايه ببصت في زاوية الرؤية مش بوطي عيني لتحت انا ببصت لقدام وببدأ ارفع السبعة بتاعت الايلينر ده الايلينر ده بلات اسمه ايلينر الهبة عشان ممكن تكونوا بتشوفوا الكلمة دي كتير ومش عارفين ايه هو الايلينر الهبة هو اسمه يعني بيسموه في الخليج ايلينر الهبة كان فيه بنت كزا مرة تطلبوا مني على القناة كتير قوي او كزا حد مش متذكرة قوي بس فيه ناس كتير قوي بتطلب مني ايلينر الهبة ده فقررت ان انا بقى عملهم معاكم الفيديو ده عايز اقول لكم الايلينر ده من اكتر الاشكال اللي انا بعشقها هو الشكل الايلينر ده لانه بيوسع العين قوي عايز اقول لكم ساعات انا كنت بحطه من غير اصلا اي شادو احاجة يعني كنت بحطه كميكا بيومي عادي بس بحطش اي شادو ما بحطش فاونديشن كتير كده كان بيطلع خطير خطير نصوها من العين التانية كمان هو الهنا العادي خالص رفيع ببسط بقى في اتجاه المراية كده في اتجاه النظر بالزبط واموها ده الاخر الخط بتنزل من عنده جفن العين المتقلق السابت وبقوم مليا شوية من جوة وعمل الكرف مزبوط وخلي بالكم مش بيطلع مزبوط من اول مرة زي ما انتم شايفين كده بفضل ازبط من هنا زاوية وفضل ازبط من هنا زاوية لحد ما الفين يبقوا زي بعض بالزبط لان في الغالب على فكرة اغلبنا العينيهم عين اليمين غير العين الشمال او انا عندي كده يعني انا العين اليمين رسمتها والمساحة بتاعة الجفون غير عين الشمال فدايما بتحاول تزبطيهم مع بعض واحط الرموش دي من شيك لام وارجع لكم تاني وده شكلها اي رموش خفيفة هيخد اللون الاخضر ده من الفلت انا كنت حابة اصلا اللوك ده كله يدخل فيه لونه كي عايزة عايزة تفنيش اللوك على كده طبعا امر ويجنن وسكر وينفع مصايف وينفع كل حاجة خدت دلوقت يا بنات آآ لازق الرموش ده بتاع الشكلام لازق شفاف وبعد كده هجيب الجليتر الاخضر اللي نعوره لكم دلوقتي ده جليتر جيء على فكرة يا بنات ده من من مكتبة ماشي انا كنت جيبته قبل كده وعملت معاكم بيه لوك انا يعني بصراحة فتر قاعد في دماغي ان انا كان نفسي قوي اعمل حاجة ملونة تحت العين كده فجيب بالي ان انا التاتش ده طبعا تقدروا تحطوا اي نوع جليتر وتستغنوا عن جليتر وتستغنوا عن اخضر خالص عاي تقرروا تسبوه مات زي ما هو كده وتقدروا انتو تستغنوا عنه تماما وتخليكو بس بالعين اللي احنا عملنا فوق وطبعا بديل الرموش دي لو انت في مصيف او كده او خار جبير باللوق ده طبعا تقدر اتعملي مسكارة بس تلات طبقات مسكارة او حاجة هنا يا بنات ده 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 الكحل بتاع ام ان خدته بدأت بس ان انا اقفل زاوية العين وبسودها شوي عشان احددها مظبوط عشان هابدأ دلوقتي املاها بالكحل البيج ده الكحل البيج بتاع رمال زي ما انتم شايفين كده مليت بالعين من جوه واخدوا المسكارة زي بتاعة الوريال اي نوع مسكارة عندك وابدأ ان انا عمل بيرو موشة طفلية كويس جدا عشان دي اللي بتحددلي العين في النهاية سوشي بنات حبايبي تعملوا لايك وتعملوا كمان اشتراك في الفيديو اللي وسلم اشتركوش ده بنات الهايلايتر بتاع افرة هو عجلة كده بس انا اخدت منها اللون النحاسي وبدأت ان انا احطه كهايلايت عشان يليق مع مية الوش كلها غير كل مرة انا بحب استخدم اللون الشامبين او الابيض المرادي استخدمت اللون النحاسي عشان يليق مع اللوك وفعلا انطلع خرافي عايز اللوك من اللوك ده عجبني اوي دايما لما بسيب نفسي وبلعب كده بهواية بيفكرني بزماني من ايام ما بدأت اعمل ميكب دايما انات محدد شفايف لونه بني انا كنت ناوية حط روج بس بعد ما حطيته احسنت ان هو حلو قوي لوحده ومحبتش ان انا اعمل اي حاجة زيادة بصراحة هتشوفوا دلوقتي بعد ما حطيته لونه حلو قوي هعمل بي بس الدواخل دي بتاعة الشفايف بصوا هتحسوا ان اصلا لونه هو خلاص كده على اللوك ده ممتاز طبعا تدرس بو مات زي ما هو بس انا ضفت عليه لمعة من زدة الكاكاو دي وده كان اللوك زدة الكاكاو دي بنات بتاعة تشاو وده كان يا بناية اللوك النهائي يا ربي يكون عجبكم تسوش تكتبولي رأيكم تحت في الكومنتات عجبكم الحاجات اللي زي كده اللي فيها الوين واللي حابين نفضل اكتر بحاجات والبنكات والكشميرات والحاجات دي بسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك تحت في القناة دوسوا على الزر الاحمر وكتبولي كومنت حلو داخل الفيديو وشوفكم على خير بكرة مع السلام